والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين وأن معه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق فأنت خير الفاتحين في محاضرة اليوم السابعة سوف نستكمل بإذن الله تعالى الآثار الاقتصادية الإيجابية والآثار البيئية والسياسية للسياحة والآثار الاقتصادية والاجتماعية كنا تحدثنا عنها في المحاضرة الماضية تحدثنا عن الآثار الثقافية والاجتماعية وتحدثنا عن الآثار الاقتصادية بينما محاضرة اليوم سوف نستكمل الآثار الاقتصادية الإيجابية وسوف نأخذ الآثار البيئية والسياسية للسياحة عناصر محاضرة اليوم بإذن الله سوف تتحدث عن تكملة للآثار الاقتصادية الإيجابية للسياحة والآثار البيئية للسياحة إيجابا وسلبا من الجانب الإيجابي ومن الجانب بإذن الله نأخذها من الجانب السلبي والآثار السياسية للسياحة من الآثار الاقتصادية الإيجابية للسياحة أولا سادسا تطوير خدمات النقل وخدمات البنية التحتية الأخرى من أجل تلبية حاجات قطاع السياحة وهذه الخدمات لا تقتصر للاستفادة منها فقط على السياح بل تتعداهم إلى السكان المحليين من حيث الاستفادة من تطوير هذه البنية التحتية لهذه المدينة أو هذا القرية أو تلك المكان الذي يجد بالسياح أيضا تنشيط قطاع التعليم والتدريب في مجال المهن السياحية المختلفة وتوفير فرص عمل كثيرة ويمكن أن أشير بالذكر إلى مدينة الأحساء كمنطقة جذب سياحي في هذه الآونة التي أعلن عنها بأنها عاصمة للسياحة في عام 2019 وأشيد أيضا وأشير بالذكر إلى أن هناك قسم مختص في جامعة الملك فيصل أنشئة لتخصص السياحة والضيافة أيضا هذه التي تشير عليها تنشيط قطاع التعليم والتدريب في مجال المهن السياحية والمختلفة وتوفير فرص عمل كثيرة أيضا تنمية المرافق الأساسية وخاصة مرافق البنية التحتية من طرق وإنفاق وخدمات مختلفة أيضا يمكن أن نقول أن هناك زيادة في فرص الاستثمار الوطني والأجنبي في مجال السياحة من خلال تطوير السياحة من خلال جذب المستثمرين إلى المنطقة السياحية لأن المنطقة السياحية التي تجذب السياح تجذب معها وتجذب رؤوس الأموال سواء رؤوس الأموال المحلية أو رؤوس الأموال الأجنبية تقوية الروابط الاقتصادية بين الدول حيث يمثل سفر الأشخاص من أجل السياحة ثلثي إجمالي مبيعات السفر في حين يبلغ الثلث الباقي سفر قطاع الأعمال الحكومية ويكون هناك تقوية للروابط الاقتصادية بين دول العالم أيضا النقطة 11-11 تعتبر السياحة الدولية ظاهرة مفيدة للدول النامية التي تعاني من انخفاض نصيبها النسبي في التجارة الدولية حيث تلجأ إلى قطاع السياحة كقطاع تعويضي وذلك لأن الكثير من هذه الدول تضم إمكانيات سياحية وعوامل جذب عديدة فتستقلها من حيث استغلال هذه العوامل الجاذبة للسياح والإمكانيات لجذب وتنمية القطاع السياحي النقطة الثانية 10 تسهم السياحة في زيادة حصيلة الإيرادات العامة من خلال الرسوم والضرائب على الخدمات والمنشآت السياحية والفنادق والمنتجعات وقيرها من مناطق سكن السياح من مناطق جذب السياح وحقوق الامتياز أيضا والجمارك والترانزيت معا مما يساعد على تموين النفقات القومية المختلفة الأمر الذي يساعدها على دفع عجلة التنمية وبالتالي تنحل الكثير من مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تعاني منها ومما لا شك فيه أن أصبحت السياحة إضافة للناتج القومي والدخل القومي الوطني في دول العالم لذا أصبحت السياحة هاجس لجميع دول العالم لتنميتها وتسخير الإمكانيات لها نعم الآثار الاقتصادية السلبية للسياحة وهناك آثارا اقتصادية سلبية للسياحة أولها يفقد المجتمع المحلي الفوائد الاقتصادية المرجوة من السياحة إذا كانت المنشآت والمرافق السياحية مملوكة من أجانب وتدار أيضا من قبلهم أو كانت تدار من قبل شرائح محددة في المجتمع المحلي دون أخرى مما يجعل الفوائد الاقتصادية محدودة لما يكون الأجنب هو الذي يديرها وهو الذي يمتلكها بالتالي الأموال التي تحصل من هذه المنشآة سوف تصدر إلى بلده نعم وأيضا إذا كان هناك استهداف للعمالة الأجنبية للعمل في تلك المنشآت أيضا وإدارة لتلك المنشآت أيضا وعدم توفير فرص وظيفية للسكان المحليين اثنين يقل دور السياحة في توفير عملات صعبة إذا كان جزء كبير من المواد والخدمات المستخدمة لأقراض السياحة مجلوبة من الخارج مش موجودة في نفس المجتمع أو منتجة إنتاجها تم إنتاجها في نفس المجتمع الذي يجد بالسياحة يعمل تركيز النشاطات السياحية في مكان واحد أو عدة أمكنة في الدولة أو الإقليم على تشتت اقتصادي وفوارق اقتصادية واجتماعية إذ لم توجد تنمية متخصصة في المناطق الأخرى لذلك يجب أن تكون السياحة تشمل جميع المناطق في الدولة الواحدة أو في المجتمع الواحد ولا يكون تركيز على مدينة دون أخرى أو منطقة دون أخرى أو إقليم دون آخر لكي لا نحصر كل الأثر الاقتصادي الإيجابي وكل الأثر الاجتماعي الإيجابي على تلك المنطقة ونرى كثيرا أمثلة كثيرة في دول العالم الجاذبة للسياح أيضا تساهم السياحة في خلق التشتت في العمالة إذ تجتذب عدد كبير من العمالة في القطاعات الاقتصادية الأخرى كالزراعة مثلا والثروة السمكية وقيرها كون أن السياحة توفر رواتب أعلى وظروف عمل أفضل أيضا تعمل السياحة أحيانا على نشوء حالة من الاستياء لدى السكان المحليين تجاه العمالة الوافدة التي تعمل في المرافق السياحية المختلفة التي تستأثر بقسم كبير من العائدات السياحية خصوصا إذا ما كان الإداريون والعاملون في المرافق السياحية من الوافدين سادسا أيضا هناك استياء السكان المحليين من الفروق في المستوى الاقتصادي بينهم وبين السياح الذين يحضرون للمتعة والترفيه وإنفاق الكثير من المال فيجد المقارنة بينه وبين هذا السائح وهذا السائح ينفق المال للمتعة والترفيه وقطع المسافات من أجل ذلك بينما السكان المحليين يرون هذه الثروة الطائلة عند السائح فيستاؤون لذلك أيضا استياء السكان المحليين من ارتفاع أسعار بعض البضائع وتضخمها وتضخم أسعارها بسبب إقبال السياح عليها يكون هناك عرض يقابله طلب أكبر السعر يضخم المنتج يقل يشح في السوق أيضا إذا كان هناك طلب أكثر من المعروض إذا كان يعرض ثلاث منتجات وهناك طلب عشرة أشخاص يريدون هذه الثلاث منتجات بالتالي التجار سوف يرفعون من القيمة قيمة السوقية له فيزداد سعره يزداد سعره ويتضخم جدا وقد لا يكون متوفر أيضا هذا المنتج أو هذه السلع لبعض البضائع أيضا البطالة الموسمية النقطة الثامنة تتحدث عن البطالة الموسمية ليش؟ حيث أن النشاط السياحي في أقلب المناطق السياحية يكون موسميا له موسم يبدأ من تاريخ كذا وينتهي إلى تاريخ معين يبدأ في تاريخ معين وينتهي به هذا موسم إذا ما كان موجود طوال العام وانحصر في وقت أو زمن معين هذا موسم مثل مواسم الأعياد مواسم العروض مواسم الشتاء والصيف بعضهم يريد أن يذهب في فترة الصيف بعضهم يحبذ فترة الشتاء بعضهم في الأعياد بعضهم في المهرجانات المعينة هذه موسمية الأمر الذي يؤدي إلى انتشار البطالة لدى بعض العاملين في المنشآت السياحية بسبب بقائها فترة من الزمن دون تشغيل ويكون المستثمر في هذا القطاع يكون عليه العمالة زيادة العمالة في الفترة في الفترة التي لا يكون فيها سياح عبءا اقتصاديا عبء اقتصادي فيصرف بعضهم وتتكون لدينا ما يطلق عليه باسم البطالة الموسمية وقت اشتداد السياحة وكثرة السياح يرجع مرة أخرى ويطلب الموظفين لكي يعملون معه ويجيب اصطف مثلا مئة مئتين فرد أو عامل في هذا الموسم انتهى الموسم قل الدخل يكونون عبء عليه يروح يسرح هذه المجموعة ويكتفي بعدد قليل فيها الآثار البيئية الإيجابية للسياحة وتتحدث هذه النقطة عن البيئة حيث تعتمد مواقع السياحة الأكثر نجاحا في الوقت الحاضر على المحيط المادي النظيف والبيئات المميزة للمجتمعات المحلية أما المناطق التي لا تقدم هذه المميزات فتعاني من تناقص في الأعداد ونوعية السياح وهو ما يؤدي بالتالي إلى تناقص الفوائد الاقتصادية للمجتمعات المحلية بعد إدراك الدول لأهمية القطاع السياحي ومدى تأثيره الإيجابي في دعم الاقتصاد القومي أصبحت تنظر إلى الميراث السياحي على أنه ثروة قومية يجب الحفاظ عليها وهذا أدى إلى التالي أولا خلق حالة من الوعي السياحي البيئي على مختلف مستوياته بحيث قامت الدول بسن قوانين للمحافظة على المرافق الأثرية وحمايتها وحماية بيئتها وصيانتها أيضا تم إنشاء بعض الجمعيات التي تعمل على الاهتمام بالسياحة والثروة السياحية في مختلف جوانبها وعلى تنمية الوعي البيئي السياحي لدى المواطنين ثلاثة ظهور محميات طبيعية وهذه المحميات الطبيعية تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية والنباتية والطبيعية أربعة اكتشاف بعض المناطق البيئية الفطرية الجميلة كالصحاري كالغابات كالجبال كالشواطئ واستقلالها بطريقة سليمة وتوجيه السياح إليها مما يحقق لهم وللسياح المحليين كثيرا من الفوائد هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أسأل الله لكم التوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر